منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رفضت مصر مبدأ استخدام القوة كما وقفت مصر كحائط صد أمام كل المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين حيث استطاعت القاهرة فرض القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية المشاركة فيها والتأكيد على أهمية حل الدولتين ووقف إطلاق النار على صخرة الموقف المصري الحازم والحاسم منذ بداية الأزمة تحطمت ولا تزال تتحطم الأمال والنوايا الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية ففوراً دلعي أحداث السابع من أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على غزة وقفت مصر كحائط صد أمام كل المحاولات الإسرائيلية واستطاعت القاهرة فرض القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية المشاركة فيها والتأكيد على أهمية حل الدولتين ووقف إطلاق النار ورغم تعثر المفاوضات الفترة الماضية إلا أن مصر استطاعت أن تبعث الحياة مرة أخرى في جهود الوساطة بهدف إنهاء العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية وقطاع غزة في هذا الإطار جاء اجتماع القاهرة الأخير الذي ضم وفوداً أمريكية وإسرائيلية إلى جانب الوفد الأمني المصري والذي تمسكت فيه مصر بموقفها الثابت بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى مصر أيضاً حملت إسرائيل المسئولية كاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وطالبت بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يومياً تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقوداً هذا الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية لم يكن ليحدث من دون الاستفاف الوطني خلف الدولة والقيادة السياسية باعتبار قضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي لمصر وهو ما أكدته آلية الحوار الوطني باعتبارها منصة تمثل جميع القوى الوطنية والفئات المجتمعية وعي القيادة السياسية بارتباط الاستقرار الإقليمي بالاستقرار الداخلي لمصر انعكس في مطالباتها للحوار الوطني بإدراك ملفي السياسة الخارجية والأمن القومي على طاولة الحوار إدراكاً لأن القرار السياسي والحوار المجتمعي وجهان لعملة واحدة وهكذا لن تتردد مصر لحظة في بذل الجهود لدعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة كما أن مصر ستستمر في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفقاً لمحددات وثوابت الدولة المصرية من خلال الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحدود المصرية